أرجعنا لكم من جديد أهلا وسهلا فيكم مجددا في عالم المال والأعمال خيارك الأفضل أدميرلز من هي أدميرلز؟ هي شركة عريقة أسست عام 2001 كوسيط مالي للتداول والاستثمار في الأسواق المالية والعالمية وتقدم خدماتها المتميزة في جميع أنحاء العالم من خلال شركاتها التجارية المرخصة في العديد من الدول منها أستونيا، أستراليا وقبرص والمملكة المتحدة لحديث أكثر عن هذه الشركة العريقة والخدمات التي تقدمها في عالم المال والأعمال يسعدنا أن نستضيف مديرة التسويق الإقليمي قوت عمايرا يسعد صواحك قوت أهلا طباح الخير أهلا سهلا فيك قوت نورتين أهلا فيكم شكرا للإستضافة أهلا سهلا قوت خلينا بالبداية نعرف المشاهدين عن شركة أدميرلز نحن أعطينا هناك ومضة بسيطة طبعا طبعا نتعمق أكبر طبعا بداية نسمحوا لي أهل جلالة الملك المعظم الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك الرونيا بمناسبة خطوبة أبنهم ولي العهد الأمير حسين أول بداية التداول بهاي الأوقات اللي عم نعيشها حاليا موضوع صعب موضوع بده كتير تركيز موضوع بده ناس خبرة جد أنه تمكن العميل أو المتداول من موضوع التداول شركة أدميرلز باختصار هي بالسوق من 21 سنة يعني أنت عم تحكي من 2001 هي خبرة خبرة كبيرة نعم من أسطونيا يعني من بداية المال والأعمال بنشأتها بشكل سريع 100% هي بلشت من 2001 يعني 21 سنة أو 22 سنة خبرة هي وسيط مالي بتشتغل في موضوع التداول في الأسواق المالية العالمية يعني تداول العملات الأزواج العملات العقود على الفروقات السعرية زي المؤشرات المعادن الثمينة دهب نفط خلينا نحكي مؤشرات وعندك كمان أسهم الأسهم حاليا يعني بتلعب دور كبير بالعالم وخاصة الفئة الشبابية يعني عم بيحبوا وبيفضلوا أنهم يداولوا بالأسهم جميل طبعا إحنا ماخدين ترخيص يعني من زي ما ذكر كمال قبل شوي أنه من عدة دول حولين العالم أولها طبعا أسطونيا الرخصة الأسطونية ومن قبرص كمان عندنا موجود وأكيد أي متداول رح يعرف شو يعني أنه عندنا رخصة من قبرص قبرص كتير قوية بالترخيص وهي بداية الفوركس بتبلش من قبرص نعم كمان عندنا بالأردن يعني أكيد إحنا ترخيصنا يعني إحنا هلأ طالعين نحكيه لأنه إشي مرخص وإشي منظم من هيئة الأوراق المالية الموجودة في الأردن جميل فأدميرلز هي عندها هاي الترخيص المتعددة جميل جدا كل شركة بتتميز فيها عديد من الشركات بس كل شركة بتتميز بالخدمات اللي بتقدمها مال الذي يميز أدميرلز عن باقي الشركات في الشرق الأوسط والعالم ممتاز هلأ أدميرلز ببساطة هي يعني خلينا أحكي لك هي تقريبا فاينانشال هب يعني هي مركز مالي للعديد من الخدمات اللي بتقدمها هي مش بس بتقدم تداول لا الناس يمكن بتفكر أنه تداول فوركس وهيك لا هي عبارة عن وسيط وسيط بتقدم لك استشارات مالية بتقدم لك نصائح مالية قبل ما تخوض برحلة التداول يعني ببداية المواضيع اللي احنا بنتحدث فيها اليوم خلينا نحكي الخدمات اللي بتحكيها أدميرلز أو اللي بتقدمها للعميل أو للمتداول زي الحساب التجريبي يعني هذا الحساب مدته 30 يوم باختصار كمال هو بيعلمك التداول من الصفر وبدون طبعا مصاري بدون أي شيء بيكون هو أريدي زيرو يعني ما فيه ريسك أبدا لورس بيكون لأنه انت بتتعلم فيه وبتخوض تجربة التداول فور فري وبدون ما تدفع أي شيء من نبلش بعدين بمرحلة التعليم يعني أنا بأدميرلز كتير بهتم بمرحلة التعليم للعميل خاصة المبتدئين اللي ما بيعرفوا شيء بالسوق يعني فيه ناس بتدخل من الصفر بتقولك أنا بدي أفتح حساب بحكي لهم لا بدنا أول شيء نتعلم بدنا ناخد دروس مكثفة بدنا نعلمك كيف انت تقرأ السوق كيف تقرأ المنصة التداول خلينا نحكي لي الامتي فور والامتي فايف فهذا الموضوع شوي حساس بالنسبة للعملاء فإحنا نركز على التعليم الخدمة الثالثة اللي ممكن نقدمها اللي هي التحليل للأسواق يعني أبسط إشي ممكن نعمله لعملاءنا إحنا نحلل الأسواق نعرف الدهب ليش عم بيطلع هلأ النفط ليش عم بينزل الدولار شو علاقته بالدهب وهي الأمور المالية اللي بيحكي فيها العالم طبعا خاصة مع هلأ الحرب اللي موجودة بين روسيا وأكرانيا اللي عم بتأثر علينا حاليا جميل قد يعني تحمسنا احنا على الموضوع أنا وكمال قد كثير في أشخاص بيكونوا مهتمين في التداول وممكن جميعنا فيه عندنا هذا الاهتمام في هذا الموضوع لكن المخاطرة هي اللي دائما بتوقف الأشخاص أنهم يفوتوا في هذا العالم أقدر خصوصا اللي ما عندهم خبرة في هذا المجال فشو دوركم لما تواعوا الأشخاص تدرسوا لهم السوق شخص حابب بيتداول في عملة معينة في سلعة معينة ممكن تكون من وجهة نظركم مش صح إنه في هاي الفترة يتداول فيها وين دوركم هنا كيف بتواعوه كيف بتساعدوه في هذا الموضوع هلأ باختصار أدمرلز بتعمل أبحاث دورية يعني عن السوق بتعمل أبحاث عن رضة العملاء كمان رضة العملاء شيء كتير مهم يعني ما بنحكي عن إنه إحنا نعمل استبيان ناخد فيه أراء العملاء أو المتداولين اللي موجودين بأدمرلز هذا إشي كتير مهم ليه داليا لإنه إحنا الأولى عندنا بشركتنا هو العميل العميل لازم يكون راضي لإنه باختصار إنه إذا إنتي عرفتي تحافظي على هذا العميل واستمرتي في هذه الرحلة بالعكس وإنك تحافظي عليه أحسن من إنك تجيبي ناس جداد صح ولا لا؟ صحيح أكيد فموضوع التداول بتطلب مننا أبحاث متطورة يعني في عندنا بحث وتطوير في عندنا مقالات باستمرار من ضمن نكتب مقالات عن موضوع التداول وإنه إحنا هلأ طبعا زي ما بتعرفوا ممنوع نوصي الناس تشتري أو تبيع توصيات ممنوعة لأنه الهيئة منعت هذا الموضوع إحنا ما منقول لهم روح اشتري وروح بي لا إحنا منعطيهم نظرة عن الأسواق منحكي لهم إنه السوء مرتفع هلأ فإنت شو دورك هون شو بدك تعمل السوء منخفض هون هو طبعا والعامل النفسي أكيد كمان يعني بتقدمه نصائح أكيد يس من قدم نصائح وهذا هو الإشي اللي بيميز أدمرالز عن غيرها من المنافسين أكيد في السوء يعني ديمومة أي شركة هي بالاستمرارية باستمرارية عملائها باستمرارية التفاعل طبعا اليوم أنه أنا في المصطلح العام أني رب زبون يظل مستمر معاي هذه من أساسيات أي شركة اليوم أدمرالز كيف بتحافظ على ديمومة الزبون معها وأنه يظل العميل متواجد معها مش بس يشترك معها على فترة ويطلع بعديها لا يظل مستمر معها على طول الخط ممتاز هلأ أدمرالز يعني بتعمل مش بس بس تعمل أبحاث هلأ لما بتشوف رضا العملاء إذا هذا العميل راضي ولا لا فعليا أدمرالز بتقدم يعني بداء الحلول وبداء الحلول لموضوع أنه والله دخلينا نحكي الدهب طلع هلأ العميل خسر يعني نحاول إحنا نعطيهم عروض باستمرار تخليهم يعني منجبين لموضوع التداول خليهم أنه متحمسيا يرجعوا يداول من جديد ممكن نعطيهم مثلا جلسات توعوية وندوات تعليمية فبنفس الوقت نعطيهم كمان أنه حسابات يعني بتفيدهم وبتناسب كل احتياجاتهم صحيح بمدى الاختلافات الموجودة جميل طب خلينا نشوف شو في آخر الأخبار عند أدمرالز شو آخر الإنجازات اللي حققتها شركة أدمرالز تمام أدمرالز هي هلأ حاليا نعم تعمل حملات تسويقية عديدة منها والأهم هي تخفيض الفروقات السعرية يعني هلأ باختصار لما بروح على محل صرافة مش في بيكون في عندي دولر ويورو الفرق بينهم هو هذا اللي احنا عندنا يا اسمه فروقات سعرية الفروقات سعرية هي الشركات التداول اللي بتلعب فيه أو اللي ممكن يعني أنه تتنافس فيه مع السوق كيف؟ بخفض هاي الفروقات السعرية فالعميل بفكر أنه خلاص أنه هو رح يكون مثلا بالسيف سايد وهو فعليا رح يكون معنا بأحسن شرط يعني غيرنا من المنافسين الثانيين لأنه هو بهمه هذا الفرق السعري يعني أنا لما بروح بشتري من محل صرافة بهمني أنه أحصل على السعر المناسب اللي بناسب احتياجاتي أنا كعميل والإداعات اللي عندي أكيد يعني جميل جميل جدا طيب اليوم أنا شخص أول إيش إحنا اليوم فخورين أنه آدم الرز هو أحد الرعاء الفخريين عنا في برنامج يوم بيوم وهذا الإشي إحنا فخورين فيه اليوم أنا شخص بطلع على مقابلة يوم بيوم وما حضرتك سدقوت بدي أدخل آدم الرز بدي أتواصل معهم بدي أشترك معهم بدي أتعرف أنا على هذا السوق اليوم شخص جديد خام خلينا نسميه كيف يمكنه يدخل رمار هذا السوق يوصل له يكون شخص ماهر الفريق كيف ممكن يتعامل معه الخطوات خلينا نبلش فيه عشان نحفز الناس ونساعدهم بداية هلأ أي مبتدئ بده يدخل بهذا الموضوع لازم يفوت على الويب سايت الويب سايت صراحة فيه كتير موسوعة خيالية من التعليم اللي ممكن نعطيه لأي متداول اللي هو admiralmarkets.com هذا هو الويب سايت الوحيد اللي لشركة موجود شركة أدمرالز لكم مواقع أو صفحات عبر مواقع تواصل اجتماعي؟ نعم في لنا بأي شيء ادمرالز AR اللي هي ارابيا يعني الخاصة في الدول الميدل إيست والأردن بالذات هي هاي الصفحات يعني مثلا زي انستجرام موجود عنا تليجرام صفحة التليجرام وتويتر ويوتيوب وفيه عنا كمان فيسبوك أكيد ولينكتن طبعا موجودة بس للجلوبال جروب طبعا موضوع التداول يعني أول إشيء الواحد بيبدأ يفتح حساب بحكي لك هو ما بده يروح يفتح حساب دايركت حقيقي لا لازم يروح على التجريبة يجرب طبعا ونعطيه كورسات ودورات تعليمية وخيرا نحكينا دوات تعليمية بيفتح الحساب بيوصل لقسم المبيعات عنا قسم المبيعات رح يتواصل معا دايركت رح يرنوا علي رح يتواصل معهم مباشرة ورح يخبروا إيش الإجراءات لتسجيل حسابك طبعا أكيد لما بدك تيجي تسجل بموضوع مالي حساس نطلب شوي معلومات مرات يعني زي هويتك لازم تكون موجودة إذا أنت بالأردن برى الأردن نطلب مثلا بروف آف آدرس عنوان السكن وين موجود أو بانك ستيتمنت أو مثلا إلكتريسيتي فاتورة كهرباء فاتورة مال وبيتم استكمال التسجيل لآخر المراحل بوصل لخدمة العملاء خدمة العملاء بتأكد أنه البيانات صحيحة وطبعا هذا الحكي بيمر أول إشي على دائرة الامتثال الامتثال بتتأكد أنه الشخص سليم مية بالمية ما عليه أي قيود مالية ما عليه أي عقوبات ولا أي إشي بعدين بتحول لخدمة العملاء وبيفتحه الحساب يعني جميل جدا شركة أدمرالز هي خيار أفضل لكل شخص عم بيفكر في التداول المالي نحن كنا دائما نسمع أنه في مخاطر تداول العالمي ينطوي على مخاطر عالية جدا اليوم شركة أدمرالز بتحاول قدر المستطاع أنها تخفي هذه المخاطر عن طريق الكورسات عن طريق الحصص عن طريق الاستشارات عن طريق فريق دعم للعملاء بأنه عندهم حسابات ممكن تكون هذه الحسابات تدريبية عشان تساعدهم فبطل فيه عندنا خوف كتير كبير بإمكاننا نخوض غمار هذه التجربة في عندهم دورات تعليمية وتثقيفية عشان تفهم إيش يعني سوق المال والأعمال تفهم إيش يعني اليوم أنا بإمكاني أني أنا أتداول عالميا سوق الذهب سوق الأسهم هاي الأشياء كلياتها صار فيه تطور فيها فالمخاطر اللي كانت موجودة الزمان شركة آدميرلز اليوم عم بتحاول إنها تمحيها وتلليها فخياركم الأمثلة هي شركة آدميرلز اليوم كمية المخاطر اللي ممكن تكون موجودة في سوق المال والأعمال اللي عم بتحاولوا كمان أنتوا تضحضوها وما تتخلوها تكون موجودة نتحدث عنها أكثر لأنه هذا أكثر ما يهم كل شخص تركزوا علينا طبعا طبعا من أحد المخاطر اللي بتواجه العميل أو المتداول موضوع إنه يتصفى حسابه يعني يتصفى يعني يعني ما يبطل فيه ولا رصيد في حسابه يعني هذا الموضوع صراحة هو حساس كتير إحنا دائما نلعب على خلينا نحكي العامل النفسي للعميل أو المتداول العامل النفسي بالتداول في الأسواق لا ليه شيء كتير مهم نركز عليه ونعطيه كورسات لأنه الإنسان بطبيعته يعني خلص إنه هو بيكون شوي حساس وبالنسبة للمصاري خلينا نحكي بالأمر المالية كلنا كلنا يعني فيه مرة بيدخل كمان طمع خلينا نحكي بهذا المجال بيدخل فيه يعني طمع فإحنا هون معطيهم نصائح يعني من أحد كمان الأشياء اللي ممكن تواجههم لما بدهم مثلا يفتحوا الحساب بقولوا لك أنا يعني إنه ممكن أخسر ممكن هذا هلأ إحنا ما أكيد بنوه إنه هذا التداول أكيد فيه خسارة يعني إحنا ما بنحكي إنه ما فيه خسارة ورح تربح من أولها لا أكيد بدك تخسر يعني لازم الواحد يخسر أولها لأنه فيه تعليم بعدين بيصير يعني سيتعلم من أخطائه طبعا والتداول أكيد هو بينطوي على مخاطر عالية بس بالآخر يعني أكيد فيه قصص نجاح بهذا المجال صحيح وموجودة يعني وعندنا عملاء كتير حققوا نجاحات عالية أي مجال في الحياة أنت لازم زي ما بيسموه أنك أنت تجربه يصير في عندك عثارات فيه عشان تقدر تفهم الطريق صحيح وتقدر توصل للا أنت بتتمنى صحيح خصوصا بهذا المجال high risk high returns قوة قبل ما ننهي المقابلة بدي أسألك بمعنى قبل شيء كنا نتحدث إحنا عن أوضاع الاقتصادية حكيناك كيف الوضع عم بيأثر حتى على السوق المالي بشكل عام أدميرلز لها بسمها قوية ما زالت لهذه الفترة مع الوضع الاقتصادي اللي صار مع كورونا مع الحروب اللي عم بتصير ليه؟ أدميرلز ما زالت قوية ما زالت لها بسمة موجودة في سوق المال يمكن رح أرجع عيد نفس السؤال اللي سألتيني قبل إجابته أنه إحنا في عنا بحث متطور بالأسواق مش بس الأسواق الأردنية ولا الميدل إيست طبعا إحنا موجودين بالميدل إيست كافة يعني بالريجن كاملة وبالجلوبل كمان فالموضوع شوي يعني بده دراسة مكثفة عن الأسواق في عنا خبراء اقتصاديين شغالين على مدار الساعة لحتى يطلعوا مقالات تعليمية ومقالات كمان إخبارية بموضوع الاقتصاديات اللي عم بتصير حولينا والأوضاع الحروب والسياسات وإلى آخره طبعا أدميرلز هي بتحاول داما تتجنب أي شيء ممكن يضر العميل لأنه رضاها يعني رضا العميل هو من رضا أكير من نجاح الشركة واستمراريتها ويعني آدميرلز زامة بتوفر كتير وسائل للعميل حتى تخدم العميل وتناسب احتياجات العميل مثلا زي السحوبات والإداعات يعني بتقدر تسحب هلأ من أي مكان يعني في سهولة يس في بطاقة آدميرلز تقدر تسحب منها من أي مكان فهذا الموضوع شوي يعني ألل موضوع الخطورة خاصة لما تحكي كمان حوالين العالم والأوضاع الاقتصادية يعني إحنا زي ما حكينا عزيز المشاهد خيارك الأفضل شركة آدميرلز أنه هي مش بس بتتيح لك فرصة لخوض غمار تجربة التداول العالمي في الأسواق العالمية والمالية لا هي كمان بتقدم لك مواد تعليمية مجانية لتفاهمك إشان السوق المالي والعالمي أيضا كمان بتقدم لك ندوات على مدار الساعة وأيضا في تحديث مستمر مقالات كمان عشان تعرفك على السوق ما إمكانك تشتري ما إمكانك تبيع ما إمكانك تدخل صفقات ما إمكانك تنهي صفقات أيضا كتب إلكترونية لتعليمك أكثر وأكثر فشو بتستنى أكثر من هيك؟ أنك أنت تقدم لك تسهيلات بتحاول تخفف لك المخاطر بتحاول تزيد من نسبة أرباحك وأيضا بتخليك أنت في إطار السلامة العامة وأيضا توصل لطموحاتك وتوصل للأشياء اللي أنت بتطبيع يعني ما في داعي الخوف أبدا يعني شكرا رح نصير ندول في الواملات أنا سبكتك والدولة رح نصير أكيد أحلم رحب بس أحكي شغلة أنه اليوم في عنا رح يكون أفنت بالبوليفورد بالعبدالي رح يكون متواجنين هذا الويكند كامل خميش جمعة سبت اللي بحب يجي يتعرف بس شو هي أدمرالز إحنا بنتشرف فيهم أكيد وبسعدنا استضافتهم بالبوليفورد هو مهرجان كوفي يعني مهرجان قهوة رح يكون وإحنا الراعي دخبي لهذا المهرجان على الستيج يعني في يس هو رح يكون بالساحة الخارجية للبوليفورد بالعبدالي يعني عشان هيسهلنا لكم أكتر الناس اللي عم بتتابعنا وبتشاهدنا عشان تستفسروا أكتر كمان كل إنسان بكون في عنده أسئلة تخطر في باله لإجابة عليها لكم حتى تقدروا تشوفوا الفرص هاي كاملة بإمكانكم كمان تجربوا الحسابات التجربية اللي بتقدمها شركة أدميرالز تختبر نفسك وتشوف هل أنت بإمكانك تدخل هذا السوق هل أنت بتجرب هل أنت ممكن يكون عندك أنت مهارات أنت ما بتعرف عن حالة صحيح ففرصتكم ابتداءا بهذا الويك أنت خميس جمعة سبت موجودين شركة أدميرالز في بوليفارد ابتداءا من اليوم من الساعة ستة للعشرة يوم الجمعة ويوم السبت من التنتين للعشرة أخوة عمايرة جدا سايدين بتواجدك معنا شرفتين ونورتين شكرا لك نورتين شكرا شكرا